وفي خبر أخير حيث دعت لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة البصرة إلى الإسراع بتخصيص أموال لتنفيذ مشروع استراتيجي يقضي بإنشاء محطة ساحلية ضخمة لتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية وقالت رئيس اللجنة زاهرة البجاري أن تفاقم أزمة شح المياه العذيبة في البصرة يتطلب الإسراع بتخصيص أموال لبناء محطة بخارية ساحلية ضخمة لتحلية مياه البحر بمعدل مليون متر مكعب في اليوم فضلا عن إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 300 ميجا واط وبيّنت أن مجلس المحافظة صادق في عام 2014 على أعمال دراسة الجدوى وإعداد التصاميم للمشروع لأن الضائقة المالية عطلت تنفيذ المشروع